كثير ناس لما بنتكلم عن يسوع المسيح بقولك طيب أوكي بيخلق بس الله اللي سمح له الله اللي أزن له أنه يخلق فأنت شو ردك على هذا الادعاء لما الله بيسمح كما يدعون نبي أنه يقوم في عملية الخلق البينات على من ادعى أيضا يعني من يدعي هذا عليه أن يحضر الدليل والبرهان أنا هتكلم عن جزئيتين الجزئية الأولى تتبع النص الجزئية الثانية سوف أعتمد على التحليل المنطقي العقلي اللي ربنا الدهن تتبع النص رحنا مثلا ليحنى تنين عندما قال املأ الأجران ماء وتحول الماء إلى خمر هل نتقابل مع صلاة للمسيح طلب من خلالها إذنا من الله لكي تتحول الماء إلى الخمر إطلاقا الكلمة خرجت من المسيح تحمل سلطان المسيح الخالق فمن تلقاء ذاته أمر مادة تتحول إلى مادة أخرى ولم نتقابل في يحنى تنين مع صلاة للمسيح لكي يتحول الماء إلى خمر أيضا عندما نتقابل معه في يحنى ستة يحنى ستة المسيح شكرة المسيح شكرة لأن هذا هو وضعك الإنسان الكامل عندما يأخذ أي شيء من يد الله يقدم له الشكر ولا صلاة اليهود يعني دايما المخرج من الأرض خبزا يعني دايما بيشكر قبل أليم وهي صلاة الشكر إذا تقابلنا معه في يحنى ستة كان يقدم شكرا لله لكن طلب إذنا من الله لكي يتحول خمس خبزات وسمكتين إلى عدد كثير يشبع الخمسة ألاف إطلاقا إذا رحنا أيضا ليحنى تسعة فالمسيح من تلقاء ذاته صنع من الطين تفلا وطلب الطين عيني الأعمى وقال له إذا بوغدسل من تلقاء ذاته كلمته صاحبة السلطان سلطان اللهوتي موسيقى